خلينا نبدأ مع حضراتكم مع كاس العرب المقام طبعا في قطر وخلينا اتكلم مع حضراتكم يمكن في نقطة محددة مباراة مباراة مصر والجزائر مباراة مصر والجزائر كلنا كنا مستنينها بشكل كبير جدا كلنا كان عندنا امال وكان عندنا طموحات نشوف مباراة جيدة جدا وده اللي حصل خلينا اخد بعض النقاط ودايما بنطلع او بنحلل او بننقض بشكل ايجابي ناخد الجزئية المفيدة جدا ايجابيات المباراة دي وخاصة دايما مباراة مصر والجزائر بيكون لها طبع خاصة طيب خلينا نتكلم الاول الايجابيات الايجابيات اللي خرجنا بيها من مباراة مصر والجزائر انا شفت بعض الايجابيات مهمة جدا جدا على مستوى اولا مستوى الروح القتالية والعزيمة الكبيرة جدا للعيب المنتخب كلنا كل الناس كانت حاسة ان فيه روح جديدة في منتخب مصر فيه اسرار وفيه عزيمة وفيه قتال داخل الملعب بشكل اكتر من رائع على مدار التسعين ديئة كانت بعض الناس او انا كمان او كلنا كنا شايفين ان الروح دي كانت غيبة بقالها فترة عن ممتخب مصر الروح دي رجعت في مباراة الجزائر الروح قتالية عالية جدا من جميع اللعيبة على جميع المستويات كمان اللعيبة الجديدة من الايجابيات احنا بنتكلم على لعيبة اول مرة نشوفها على المستوى الدولي لعيبة ممكن ناس كتير هنا متابعة الدور المصري ما كانتش تعرف اسمها بنتكلم على احمد ياسين على سبيل المثال بنتكلم على حسين فيصل بنتكلم على احمد رفعت عمر كمال عبدالواحد وجود مهند لاشين كمان كان موجود بشكل اكتر من رؤع كل دي مكاسب على مستوى توسيع قاعدة الاختيارات ولعيبة بنيديها فرص كويسة في مباراة قوية جدا وبتقدم مرضوط طيب ده كمان جزء ايجابي كبير جدا على مستوى تغييرات كيروش كمان كان موفق جدا يعني اي مدير فني في مباراة حساسة زي دي في اول نص ساعة وفي الشوت الاولاني بيخسر اتنين لعيبة ايمن اشرف واحمد حجازي واثنين لعيبة تؤال على المستوى الهجومي على المستوى الدفاعي كمان على مستوى الخبرات لما يكون عندك اتنين لعيبة بقيمة ايمن اشرف احمد حجازي قيمة خبرات داخل الملعب بالتقل الفرق فبنلاحظ ان ما فيش هزة كبيرة حصلت ليه منتخب مصر بعد التغييرات الترارية اللي يمكن كيروش يتعامل بيها بشكل اكتر من رائع كل دي ايجابيات تصدر المجموعة ايجابية كبيرة جدا انك بتتصدر المجموعة بشكل اكتر من رائع مع امام فريق الجزائر روح قتالية بتكلم على تغييرات وجوه جديدة في المنتخب اداء رجولي وروح قتالية عالية جدا طيب نتكلم على الجزء اللي يمكن انا شايفي وسلبي شوية في الموضوع الجزء السلبي وده هتكلم على المستقبل بنتكلم دلوقتي بعض الناس او بعض المحللين حتى بره انا بتابع برده بعض المحللين بيتكلموا ازاي على منتخب مصر بره ان تاخد ان منتخب مصر كان بيهرب من مقابلة المنتخب المغربي ما اعتقدش دوت كان المفروض يوصل بالشكل ده حتى على مستوى الجماهير على مستوى النقاط اه احنا عايزين الصدارة عشان نبعد عن المنتخب المغربي مش عايزين نصدر ده اه انت منتخب مصر ايجابياتك انك تتصدر المجموعة بشكل اكتر من رائع بلا هزيمة بتحقق نتيجة كويسة مع المنافس العتيد العنيد المنتخب الجزائري وبتاخد منه الصدارة حلو قوي لكن ما تصدرش انك بتاخد الصدارة عشان تهرب من المنتخب المغربي لان كمان دوت بيصدر بيصدر روح ويمكن بعض المحللين في القناة الفضائية محلل مغربي قالك المنتخب المصري والمنتخب الجزائري كانوا بيحاولوا يهربوا من المنتخب المغربي منتخب مصر منتخب كبير جدا على مستوى قارة افرقيا لازم نوصل الروح دي قبل نتكلم دايما عن المستقبل قبل ما توصل للمبرارة الفصلة في تصفيات كاس العالم انك بتوصل امام الجزائر ما عندناش مشكلة توصل امام المغرب ما عندناش مشكلة لكن تصديرك من دلوقتي ويمكن بعض الناس وبعض النقاط يقولوا اه كويس او ان احنا تصدرنا عشان ما نقبلش المغرب نتكلم فنيا شوية ممكن اه المغرب فريق كويس فنيا كويس لكن مش دا الهدف من البطولة اه هدفنا انك تحقق نتيجة جيدة وتوصل وتاخد البطولة دا هدف لكن الهدف الكبير اللي ماشي عليه الجهاز الفني وكروش انك بتكتشف لعيبة جديدة بتدي فرص للعيبة على المستوى الدولي بشكل مباراة رسمية مباراة متشافة مباراة تحت ضغوط دا بيكسبك لعيبة وزي ما قلت اسماء كلها اللي انا قلتها كلها كسبناها بداية احمد ياسين مهند لاشين حسين نص الملعب بتكلم على احمد رفع بتكلم على عمر كمال عبد الواحد فبتكلم على مجموعة من اللعيبة دا بقوا مؤهلين اللي لابقوا متشافة دولية بشكل كبير لكن فكرة انك تاخد استدارة عشان تبقى من المغرب دا اعتقد يعني في غير محل لان منتخب مصر منتخب كبير وتخيل كده انك في المباراة الفاصلة انك هتوصل لكاس العالم هتقابل المغرب وده وارد يعني وارد جدا فلوما دلوقتي تبعث الروح ديت وتبعث الاحساس ده ان منتخب مصر بيهرب من المنتخب المغربي اعتقد دا مش يصالح المنتخب المصر ترجمة نانسي قنقر